بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوا ديال واحد كسو دواتان برنامج كينا ترتanka قرآن كريم بيش بركيسان اي رمضان كن أفر بغول أفرتاني أفر كاس او كباحا يتي فيجا سومالي كيبل وحانا تابقلين اي شركة دا قلب كا دسماء اي سيكو ومروال باقود تاجان ديريقلين تي إكورو قادس دا كلامك اي بي داوا ديال ترتان كان واحد لغو تلقري اي ان لغو ديريقلية أرداد دا ادئو دا كيار سداحة اي طوانسن واحد انوكو ترتمايا شان اي طوانك جوس اي حوسة منتا او أهمالين تلاذا اوه كوبهيغان سداحة اي طوانكا رمضان واحد انو ترتمايا ارداده كلا اه ريان عبد الرحمن عبد الله زهير محمد عبد الله جويريا عبد الله عبد عبد الله محمد عبد سمد اوه كا قال الصعوضة دكسيدة كلا اه معد امام الكساي اي مدرسة فتح الرحمن لنقا قدقا ايو قرصور كوحا اي نوفال ايو استاد استاد آذن محمد شيدة ايو استاد محمد إبراهيم محمد شريف إبراهيم دكتور مونير ايوانيقو معلين أحمد إبراهيم تاوكل هاتانا اوحان ويرينا ترتمع اوغوري او لغو مقا عور ريان عبد الرحمن عبد الله او ترتمع سماعات امام الكساي تفضلي امام الكساي تفضلي السؤال الأول اقرأي قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت لأخته قصيه من سورة القصص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت لأخته قصيه فبصرت عن جنوب فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة أعلى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة أعلى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستواثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبضش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تكون أن تريد من المصلحين وما تريد أن تكون من المصلحين إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين عسبك السؤال الثاني اقرأي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات من سورة الشراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباضل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسب الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنضوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد السؤال الثالث اقرأي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لواحة للبشر من سورة المدسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لواحة للبشر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يغضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها ليحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ضعم المسكين زهيرا محمد عبد الله وقد سأعطى مدرسة فتح الرحمن 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 قول الله تعالى السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة من سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم السؤال التالي اقرأي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير السؤال الثالث اقرأي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون من سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فشاربون شرب الهين ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون سببين الزاك اللهم خيرا حتى نوحن قيرنا ترتمها السدحات تويري عبد الله عبدي وكسعوة معهد إمام الكساية شكرا للمشاهدة 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 من خلاف شكرا للمشاهدة 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 وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين السؤال الثالي اقرأي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من سورتي غافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفتي ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يضاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلِهِمْ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبَلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب حسبك السؤال الثالث اقرأي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيغ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقر ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير عبد الله محمد عبد السمد وكسو على مدرسة فتح الرحمن محمد عبد السمد السؤال الأول اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال علمها عند ربي في كتاب من سورة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا السؤال الثاني اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدا ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ السؤال الثالث اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة من سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله ترجمة نانسي قنقر